إذا أعجبكم فيصل دويسان إذا كان صادقا معكم إذا ما لف فدار معكم إذا كان واضح إذا كان يسعى للتشريع والرقابة كما أوكل للدستور هذه المهمة فأنا أرشح نفسي للانتخابات المقبلة هل هذه صراحة فيصل دويسان سيخوض الانتخابات القادمة؟ أول مرة أعلنها في برنامجكم وفي قناة الكوت المباركة أعلنها نعم سأخذ الانتخابات مستقلا لن أكون منتميا إلى تيار أو تيار سياسي لن أكون مدعوما من أحد إلا من حب الناس الذين أوصلوني إلى هذه المكانة المرموقة بثقتهم يعني هذا التصريح حصري من الناب السابق فيصل دويسان بيخوض الانتخابات القادمة لبرنامج البعد الثالث إذا رأوا أني قد هذه الثقة إذا رأوا أني شرفتهم إذا رأوا أني ما قصرت في عملي فإن شاء الله أتوفق فإن شاء الله أتوفق